لو لست الكنافة بتطلع منك نشفة شوية وشرباتها تقيل قوي تعالي النهاردة في الفيديو هقولك على شوية تركات بسيطة جدا هضيفيها عن انت بتعمليه وهتطلع معاك مظبوطة جدا هيطلع الشربات كميته مظبوطة وكمان سكره مش تقيل ابدا بل بالعكس هيطلع مظبوط وكمان الكنافة هتطلع معاك يطرية جدا وفيها ارمشة بسيطة جدا وبالدوب جدا 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 وانت بتكليها انا مي شهين ودي قناتي عليتيو لو لست اول مرة تشوفيني ياريت شرفيني وتكوني واحدة من اسرتنا الجميلة عليتيو ويلا بينا على طول نبتدي الكنافة بالمكسطرات حاجة كده عظمة اول حاجة خالص انا هحضر معاك الشربات شربات الكنافة بيكون تقيل فهستخدم كباتين من السكر وعليهم كباية ونصف من المياه تعيب اقولك على السر اللي هيخلي معاك سكر الشربات نفسه مظبوط وهو عسل الكولوكوز الكمية دي بحط عليها معلقة كبيرة هرمية هو بيكون تقيل كده ومش هيدوب اصلا غير بالحرارة برفعه على نار متوسطة وبفضل اقلب كده في المنتصف بالضبط لغاية مياغلي زي ما انت شايفة كده اول ما يغلي بوضيف عليه نصف من عصير اللمون بجيب كده نصف لمونة وبعصرها كويس ويبضيفها عليهم وبعدين بشيل اي ريم كده بسيط بيتكون بحسب بالضبط سبع دقيق من بعد الغليان ويبقى كده عندي الشربات جاهز قبل ما ارفعه من على النار بوضيف عليه نصف معلقة صغيرة من الفانيليا استائلة او ممكن كمان استخدم الفانيليا البودر تعالي بقى نجهز مع بعض الكنافة الكنافة بجيب نصف كيلو من الكنافة بحطها شوية في الفريزر لغاية ما تجمد شوية وبعدين بطلحها ممكن بايدي بتبقى سهلة جدا طيب لو طلعتها بادري شوية زي ما انا عملت كده ورجعتني طارت حاجة بسيطة بستخدم المقص وبقطحها قطع زغيرة زي ما انت شايفة كده اهم حاجة بس انتي تأكد ان هي مفلفلة جدا ومفيش كتل فيها خالص دي اهم حاجة في الكنافة بعد ما اتأكد ان هي كده كلها خلاص اتقطعت كويس بجيب معلقة كبيرة من سكر البودر سكر البودر لو استخدمتيه بكمية كبيرة لو قطرت فيه مثلا اكتر من معلقة هينشف معاكي الكنافة قوي وهتبقى معاكي نشفة جدا جدا وانتي بتكريها السر هنا نتي بتدي في معلقة على نصف كيلو كله تمام وببدأ بقى نقلبهم كويس جدا 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 في بعض وعلى فكرة السكر البودر هيخليها متماسكة وحلوة قوي هجيب بقى الصينية هنا استخدمت مقاس 30 بحط معلقتين كبار من السمنة بصي بقى الكنافة بتحب السمنة انا في الوصفة دي استخدمت كباية من السمنة هتكفي جدا النصف كيلو لو انت بتحب السمنة الزيادة ممكن تستخدمي لغاية كباية وربعة بس المقدار المزبوط هي كباية من السمنة بعد كده بقى هبدأ ان انا احط الكنافة بتاعتي كده بقداية من فوق زي ما انت شافة كده علشان تنزل زي حبيبات الرمل بايد كده بحرك الكنافة وبالايد التانية بوزع ايد بحرك الصينية وايد التانية بوزع الكنافة لغاية ما يخد نصف الكمية وابدأ ان انا اتكي كده بايدي بقوة جدا مهم جدا 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 ان انت تتكي قوي على الكنافة بحيث ان انت تضغطي عليها وتاخد الفورمة بتاعة الصينية وعلشان تطلع معيك متماسكة وقطعة واحدة ابدأ بقى ان انت كده اهي بقت جاهزة جدا وخلاص تمام هبدأ بنا نظيف السمنة انا مرضيتش احط السمنة على الكنافة وبعا كده وزعها لان الطريقة دي اسهل لو انت حطيت السمنة على الكنافة وبعدين حطيتها في الصينية هتبقى صعب ان انت تفرطيها تاني لكن لما الاول تبدريها كده وهي نشفة هتبقى سهلة جدا وهتتعمل معيك بسرعة وبعدين بقى بزبطها بحط نص كمية السمنة بشربها كويس جدا جدا لان السمنة هي دي اللي هتسويها لي من جوه هتديها لون الحلو زي ما انت شافي كده خلاص واتأكد تاني مش عايز اقولكو الخطوة دي مهمة جدا 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 وبعدين هجيب بقى المكسطرات اللي عندي اي نوع مكسطرات عندك تمام استخدمين انا هنا بوريكو السوداني البندق ده نوع من انواع السوداني بنستخدمه في الحلويات هو بيكون اصغر من السوداني العادي بيكون حجمه صغير كده بس طعمه يا جماعة طعمه حلو جدا اسمه سوداني حلويات او سوداني بندق اسألي عليه بيبقى حلو جدا جدا في الحلويات بعدين بقى بوزدع كده المكسطرات بتاعتي انا هنا استخدمت السوداني والزبيب وجوز الهند استخدمي اي مكسطرات انت بتحبيها ولو عايز اتضيفي على المكسطرات مع لأس وغيرة من القرفة ده اختياري وبعدين ببدأ ان انا ايه زي ما قلت لكم كده بحرك الصنية بايد وبعدين برش الكنافة بالايد التانية لغاية ما اخلص برضو الطبقة اللي فوق زي ما قلت لك انا بقسم الكمية اللي عندي على مرتين مرة من تحت اللي هي الطبقة اللي تحت ومرة الطبقة اللي فوق التكي برضو كده كويس جدا بي ايديكي مش عايز اقولك انه كنت بدوس ازاي يعني وبعدين جبت كده صنية صغيرة وبدأت ان انا الف صنية بتاعتي بتاعة الكنافة وادوس عليها بكل قوة كده علشان ما شاء الله كده يديني النعومة بتاعة سطح الكنافة كده ما شاء الله وبعدين بجيب السمنة دوائي السمنة بقى نص الكباية التانية وببدأ ان انا كده ارش رش على الكنافة كلها بجد تبعي الخطوات دي هتديكي في الاخر صنية كنافة ما تقوليش بقى لا حلواني ولا جهزة بجد حلوة جدا ما شاء الله مظبوطة جدا وبعدين في الاخر بجيب كده يعني حب زوائرين من السمنة وببدأ ان انا ادوس بيهم كده اهي كده خلاص هي جهزة عندي ما شاء الله الكنافة هتخش على فرن بيكون مسخن مسبقا وبعدين بدخله على الرف اللي تحت على الشبكة على نار 200 درجة حرارة وبستبع حوالي من نص ساعة ل 35 دقيقة وهتطلع معاكي بالجمال ده لو ما اخدتش الوش ده بشغل عليها شوية الشوية بصي بقى التركات اللي جاية دي عشان دي مهمة جدا 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 عشان تطلع معاكي الكنافة طرية وحلوة كده ما شاء الله شايفين ايه الجمال ده طحفة مظبوطة جدا تعرفي كمان ان هي ساوت من تحت ازاي هتلاقي ان هي بعدت عن الحواف بتاعت الصنية بجيب الشربات وببدأ ان انا اسقيها بالشربات بتاعها الشربات بيكون دافي يا جماعة ما تستخدموش الشربات البارد لو انت محتاجة تكون الكنافة بتاعتك طرية لكن لو انت عايزها مقرمشة خالص ونشفة استغنيني الشربات بيكون بارد لكن لو انت عايزة الكنافة تكون طرية بتكون الكنافة لسه طرعة من الفرن يعني سخنة جدا والشربات بيكون دافي مش بيغلي ولكن دافي ما شاء الله شايفين بتتشرب كمية الشربات بسرعة ازاي ما شاء الله بضيف بقى الكمية التانية كده بوزحها كده بالراحة على كل اجزاء الكنافة لغاية ما بتتشرب كمية الشربات كلها طبعا الشربات كل اللي واقع في الطبق ده كل ده هي طبعا هتشرابه بالوقت ما شاء الله طلعة طحفة يا جماعة مظبوطة جدا حلوة جدا التريكة التانية شايفين انا بوريكو قدي ايه يا طرية وقديك مية الشربات مظبوطة التريكة التانية عشان تبقى معايك برضو طرية لازم تتغطيها بكيسة بستريت شراب بغطة لازم تتغطي كويس جدا وتسبيها اقل حاجة ساعتين يعني الكنافة من الحاجات اللي ما ينفعش اني تتقدميها على طول لو انت بتحبيها دافية او كاي ماشي بس يفضل الاحسن اني تتسبيها ساعتين علشان تتشرب الشربات بتاعها كله وتهدى كده ويبقى طعمها حلو وما شاء الله يا جماعة شايفين انا بقى هنا كيسة بتاعة ساعتين طبعا انا مش هقدر ان انا استنى لازم طبعا اكل معاكم انتوا عارفين انا في كل وصفاتي ما شاء الله لازم ادوق مع متابعين الغليين شايفين ما شاء الله قد ايه طرية قد ايه مصبوطة قد ايه شربة الشربات كله بجد وصفة طحفة اعمليها بنفس الطريقة وليلي في الكومنت ايه رأيك طلعت معاكي ايه الاخبار بجد طريقة حلوة جدا وسهلة وبسيطة بالتريكات دي هتطلع معاكي ولا احلى شايفين يا جماعة ده عظمة ديمشك